موسيقى حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام أعلنت جمعية قطر الخيرية عن رعايتها وتمويلها لثلاث مبادرات شبابية تربوية تركز على الأطفال والشباب داخل الدولة بغرض تعزيز القيم وإعداد الكفاءات نعم وقال السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن هذه البرامج تجمع هدفين أساسيين هما استثمار أوقات الشباب بشكل مفيد وتشجيع أصحاب المبادرات من الشباب الكطري على تقديم المزيد من الأفكار والإبداع فيها من أجل تطوير وتنمية المجتمع نرى في هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر هذا يعتبر واجب علينا أن ندعم مثل هذه المبادرات الشبابية القطرية الواعدة وأن نترك لها المجال وأن نوفر لها الدعم المادي والمعنوي والتغطية الإعلامية لتتحقق على أرض الواقع المبادرات التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي اليوم تتمثل في المجالس مدارس وبرنامج صحبة تربوي وصلاتي برامج صحبة تربوي يهتم بالطلاب من الصف الخامس إلى الصف الثاني عدادي من باب أن نوفر لهم بيئة طيبة ونهتم فيهم ونتابعهم في المدارس مشروع صلاتي يهدف إلى تشتيع الشباب على صلاة الفجر بشكل خاص وجميع الصلوات بشكل عام ونحن نتضافر مع أولياء الأمور ونتضافر مع المؤسسات وخصوصا جميع القطر الخيرية لتوصيل هذه الرسالة مبادرة المجالس مدارس عبارة عن دروس عبارة عن لقاءات عن مناقشات عن بعض العروف في المجالس ويكون هناك مشاركة أو اختلاط من الدعاء والأمة والخطباء حتى يشاركوا الناس همومهم وأفراحهم وأحسنهم فيعود مكان جديد يستمتع فيه الأباء والأبناء وتركز هذه البرامج على شرائح مختلفة من النشأ في الفئة العمرية من سن السابعة إلى الثامنة عشرة والشباب المقبل على الزواج من الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين بالإضافة إلى حديثي الزواج وأولياء الأمور المراهقين تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية في قطر الخيرية تنفذ جملة مشاريع بشكل مستمر تستهدف تعزيز القيم الاجتماعية خاصة لدى الطلاب وإرشاد المقبلين على الزواج والتخفيف من أعبائه ونبقى مع المبادرات والأعمال الخيرية حيث نظمت مؤسس الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف لقاء لدعم المشاريع التنموية في سوريا اللقاء استهدف جمع عشر ملايين ريال لتمويل عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها بإذن الله تعالى خلال الفترة المقبلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة التي تعرض لها الأشقاء السوريين منذ أكثر من ثلاث سنوات لقاء خيري نظمته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف لدعم المشاريع التنموية في سوريا تحت شعار شامنا بسواعدنا نبنيها وخلال اللقاء تم عرض الكثير من المشاريع التي تستهدف شرائح مختلفة من الشعب السوري الذي طال عليه أمد الأزمة وازدادت حدتها مع امتداد الصراع لأكثر من ثلاث سنوات ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات البطالة والفقر وكثرة أعداد الأيتام والأرامل وسيتم توزيع هذه المساعدات عبر شريك المؤسسة داخل سوريا هيئة الشام الإسلامية الهدف من هذا اللقاء هو تغيير فكرة العمل اللغاثي إلى العمل الخير التنموي نطرح إن شاء الله بعض المشروعات التنموية اللي راح يتم فيها إن شاء الله توفير احتياجات إخواننا السوريين في الداخل عن طريق زراع عن طريق الاهتمام بالثروات الحيوانية الاهتمام بالثروات السمكية فبيكون فيه حركة تنموية يعني راح تحقق لنا نتائج مهمة من أهمها يعني نحن نخفف الضغط على الدول المجابرة لسوريا من ناحية اللاجئين والأمر الآخر نحن نوفر احتياجات الإخوة السوريين في الداخل وتكون في متناول عندهم يعني لتلافي مشاكل للتأخير في وصول الإغاثات بسبب ضيق أو بسبب حصار أو بسبب ما شابه فلما تكون المشروع التنموي متواجد عندهم بين يديهم فهذا بيسهل إن شاء الله وصول الاحتياجات لهم بإذن الله تكمل هذه المشاريع التنموية الجانب الإغاثي الذي تقدمه المؤسسة للأشقاء بأشكاله المختلفة لتكون بحق رحمة الإنسان فضيلة وتقديرا لجهود مؤسسة راب في دعم منارات العلم والتنمية بكافة دول العالم منح الرئيس الفخري السوداني عمر البشير الدكتورة الفخرية للدكتور عائض بن دبسان القحطاني مدير مؤسسة الشيخ ثانية بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف نعم الدكتور عائض القحطاني معنا في الستيديو اليوم لنتحدث معنا حول هذا التكريم وأيضا اللقاء الخيري الخاص بدعم المشاريع التنموية في سوريا مرحبا ومسألة فيك أبو دبسان وفي البداية نبارك لك الدكتورة الله يحييك وحيي الخون جميعا والله يبارك في عمرك ويجعلها إن شاء الله عونه على الطاعة ويحقيق الفخر لها القطرة حقيقة بعض منهم سأذكره في هذا البرنامج فضلا منه بعد فضل الله سبحانه وتعالى والبعض يحب أن يكون خفي مع ذلك فيها الله ينفع به الله يزاك خير إن شاء الله في البداية مثل ما قال خالد أنا بعد مصوبي أبارك لك قبل أسبوع بالضبط خير الدكتورة الحمد لله يوفق إن شاء الله يجعلها في طاعتك فخرية وأكاديمية الله يوفقك حنودنا دكتور عايض نريد أن نعرف أهمية مثل هذا التكريم على المستوى الشخصي لك دكتور عايض وعلى المستوى المؤسسة مؤسسة ثاني بن عبدالله بعد الحمد لله والصلاة 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 والكريم طبعا الحمد لله أحمد الله وهذا التكريم حقيقة منح شهادة الدكتورة الفخرية من جامعة القرآن الكريم للجهود الدعوية اللي وقيمت أعتقد تكريم للدعاء القطريين والحمد لله نفخر بدعاتنا القطريين واللي امتلأوا في الأرجاء والله الحمد اليوم أو بعد يومين بيسافر أبرز أيضا الوجوه اللي تطلع على قناة الريان الشيخ عبدالله النعمة وثابت القحطان أيضا اللي إلى أندونيسيا وفلبين يجبون الأراضي وأعتقد هذا التكريم هو تكريم لكل الدعاء القطرية تكريم لكل من يحمل هم الدعوة في قطر رجال أبن يساء حقيقة وأصل عز وجل أن يجعلنا مما يقدم لخدمة الدعوة ويحمل أيضا منهج الدعوة إلى الأفاق وينشر خاصة في قطر أخذت زمام الأمور وأصبحت هي المبادرة في كثير من المبادرات الدعوية على مستوى العالم ليس فقط في أفريقيا بل حتى في آسيا في أوروبا لا تجد مكان أو جمعية إلا ولمسات أهل قطر فيها لا تجد أي حاجة أو فاقة إلا أهل قطر هم يمبادرون في خدمتها أو في ارتقابها من ناحية التعليمية أو حتى من ناحية التنموية الله يجعلنا إن شاء الله في ميزان حسناتكم بإذن الله إن شاء الله لو نتكلم الدكتور عن مثل هذا التكريم شون يسهم في مسيرتك أنت المقبلة طبعا هذا حافز كبير جدا إلى أن نجعلنا استراتيجية أخرى في أفريقيا تحديدا لبرامج الدعوة والتعليم وهذا إن شاء الله سيسوقنا قريبا إلى أول مرة أذكرها إلى إنشاء جامعة في السودان بذل الله سبحانه وتعالى تعتبر الجامعة الثالثة لراف في السودان وسيسوقنا أيضا إلى بناء استراتيجيات أخرى والتكريم هذا هو نوع من الدافع لخطط ردي موجودة خططها موجودة عندنا في راف لدعاء قطريين لدعاء عرب أيضا لبرامج ومناهج نبثها في العالم لنرفع الفقر عن هذا الإنسان الفقير طبعا بدأنا في المجتمع القطري بإنشاء أيضا برامج وأنشطة خاصة بالقطريين الحمد لله أنا فخور وأقولها بفقر والحمد من طلابنا اللي الآن إمام جامع الدولة من طلابنا الخطيب الآن والحمد من شابنا اللي نعز فيهم نعتز فيهم ونفخر فيهم اللي الآن أصبح مهندس اللي أصبح مدير اللي أصبح بل بعض منهم فاقونا وصاروا أفضل منا في طلب العلم الشرعي وفي أيضا المجالات العلم الشرعي كأخونا محمد الساعي وغيرهم الشواب اللي فعلا كانوا في ركب المحاضن التربوية اللي إنشانها في قطر وحمد لله نفخر بهذه المحاضن وندعمها حقيقة ولعل إن شاء الله وجود أيضا وزارة الشواب الآن تحمل هذا المنهج أيضا وهذا التصور يكون لها دور في أيضا مساندتنا في إنتاج لبينات من هالقطر دعاة فعلا يكون لهم الدور الإيجابي في قطر وفي غير قطر إن شاء الله بإننا دكتور عيض حنودنا بعد يعني تعطينا أكثر بعد عن يعني أسهامات المؤسسة في التعليم ودعم التعليم سواء كان هنا أو برا أول ما بديت في راف أخي غالي وليهون غالي فكرت الآن نحنا كجمعيات موجودة في قطر إيش الأمور المهمة الأولوية اللي ممكن الواحد يبدأ فيها في أول منظمة إنسانية تنشأ في 2009 أنت كان في راف من أول ما تأسست من أول ما تأسست بداية راف أنا اللي أسست مع الشيخ ثاني في 2009 شهر أربعة ما شاء الله تسعة أربعة ألفين وتسعة فبدأت راف فيها طبعا قبلها كنت أنا في عيد الخيرية أربض عشر سنة مع الأخوان الله يحفظهم فأول ما بديت في راف نظرت المساجد كل يأتيك يقول يا أبو عبد الرحمن سأولي مسجد سأولي بير سأولي نشاط خيري إغاثة الإغاثة الآن الحمد للناس مقبلها ولعننا سأتحدث عن موضوع سوريا بعد قليل لكن قلت التعليم والإعلام التعليم مهم من أولويات العصر والحمد لله هناك رعاية خاصة من قطر وإيضا الشيخة موزة في مشروع علم طفلة وغيرها من المشاريع الأخرى التي ابتكرت قطر نمس هذه الاستراتيجيات العميقة في نشر العلم خاصة في أفريقيا القارة السوداء الجاهلة فأول ما انشأنا مشروع جامعة راف العالمية من 11 كولية داخل نيروبي في كينيا والآن نفتح فرع آخر في أمباسا والآن هناك دراسة وانشأنا جامعة الصحابة أيضا في الصومال والآن إن شاء الله جامعة راف الثانية في السودان وهناك فكرة لإنشاء جامعة أيضا في نيبال نهيك على المدارس الليل الحمد انتشرت الآن مدرسة الحمد المناعي في قرقيزيا مدرسة أخرى في اليمن تقني عندنا أكثر من أربع أو ثلاث مدرسة على مستوى العالم وأيضا سنويا قاعدة تزديد في حصيلة المدارس أيضا المناهج ولله الحمد نأخذ مناهج الدول ونضيف لها بعض المناهج التربوية ويتم طباعتها ونشرها على الأفاق مثل جزر القمر أنشانا كلية متكاملة كلية الأمام الشافعي وغيرها من المجالات التعليمية في قطر أحنا أوجدنا حقيقة منظومة تربوية متكاملة للأشبال والمدارس وليطالبة أيضا تحفز على الإيجابية في التعليم وهناك حقيبة التغيير أيضا لأننا حقيقة في راف لا بد لنا من بناء المجتمع وأيضا مواكبة البناء مع رؤية قطر 2030 وفي نفس الوقت أيضا نشر هذا الخير على العالم والناس اللي تحتاج فعلا في أفريقيا عندنا أيضا سياسة في راف وهي سياسة دول منسية نفتح الخريطة نشوف الدولة المنسية لما جاءها أي جمعية قطرية أو خليجية نبدأ نبحث في هذه الدولة ولا فيها عمال خيرية البتة مثل القارة اللاتينية الآن اللي هي أمريكا اللاتينية في جهود ضئيلة فيها لكننا نكون أيضا يكون لنا دور فيها ولو مشاريع دعوية أجرها أكثر مما يتصور الإنسان في هذا الجانب الله أفك دكتور يمكن لو أنت نجاك التكريم من قبل الرئيس السوداني بالدكتوراه ولكم العديد من الإسهامات في السودان نفسها لو نتكلم عنها بشكل أكبر إيش إسهاماتكم كانت وإيش اللي كنت ذكرت أنت الأشياء يعني بتسوونها في السودان ولكن إيش كانت إسهاماتكم في السودان السودان بلد شقيق ويعز علينا حقيقة السودان ونشاطات السودان حقيقة حكومتنا الرشيدة بقيادة حضر الصحب السمو الشيخ تميم بن حمد وأيضا سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية وغيرها من الإخوان أيضا سعادة الدكتور أحمد المحمود اللي هو ماسي كلام ملف دارفور حقيقة السودان لأن نشاط كبير فيها تم إنشاء عدد من وجماعات الطبية ولا الحمد هناك كثير من مدارس تم إنشاءها في السودان كذلك أيضا مساجد والمشاريع الموسمية في طار الصايم وغيرها من ضمن المواضيع المهمة حقيقة السودان وهو دعم مبادرة التنمية في دارفور مبادرة دولة خطر في دارفور وتم إعداد عدد من القرى الطوعية في دارفور الناس يعيشون في خيام يعيشون في سحاري فلا الحمد مبادرة دولة خطر تريد دولة خطر أن تنشئ من دارفور مدن وخاصة أهل دارفور كانوا أهل فضل وفضل يعني كانوا هم يرسلون كسوة الكعبة مارك بن دينار وغيرهم ممن كان لهم دور في يعانة المسلمين في أوقات مضف واجبنا حقيقة نقف معهم ولو بالتنمية وهذا لهم حقيقة ثم أهل دارفور لهم فيه مميزة حتى النصاري كانوا عايشين معهم كانوا يحفظوا القرآن تخيل أنا كنت مع وزير الشؤون الإنسانية على أيام قبل فصل جنوب السودان وشمال السودان فهذا الوزير وحنا نتمشي معه في دارفور ونفتتح بعض المشاريع قاعد يقول أنا كنت نصرى لأن أحفظ القرآن يقول هذه دارفور كانت تمشي بالقرآن ولذلك كثير مشاريع حقيقة بما فيها مبادرة خطر لتنمية دارفور بينهم وبين السودان الشقيق حتى على مستوى المتاحف بعد وهو تنقيب عن أثار السودان مشروع ضخم وماسكتها حين هيئة متاحف قطر وهي اللي تدعم السودان الشقيق من هذا الجانب هذه إضافة إلى المشاريع التي تقولها يذكر في السودان وهو مرابط هناك مع هيئة متاحف هو المدير التنفيذي دكتور ذكرت يمكن القرى الطوعية ما تقصد به القرى؟ القرى الطوعية هي قرى الناس اللي نزحهم بسبب القتال اللي يصير بيننا حركات المسلحة بعض الحركات المسلحة فينزحون إلى أطراف المدن ويعيشون في الخيام القرى الطوعية هي قرى تنشأ فيها بيوت فيها مدارس فيها مستشفيات متكاملة ويعود الناس لها يعني طواعية يسكرون فيها أن يعطيهم البيوت هذه يقولوا تفضلوا يا أخي نفسي من دورات تدريبية من أعطاهم مهارات معينة أعطاهم أيضا سكيل فيما يتعلق بالنساء عمل مشاغل خياطة لهم الرجال النجارة والنجارة هم الرعي في هذا الجانب الشراء بعض المواشئ الفقراء منهم بقرة أو بقرتين بعيرة أو ناقة أو شيء من نوع هذا كنوع من تشغيلهم وأيضا تفعيل التواؤم بينهم في هذا الجانب والحمد لله الآن خمس قرى طوعية من مؤسسة ثانية بعبدالعراف ومن أيضا قطر خيرية ومن عيد ومن الألحمن قطري وأيضا وزارة خارجية بشكرة مشرفة على عدد من المشاريع كم تستوعب دكتور؟ الحقيقة تستوعب أكثر من 1200 تقريبا أسرة قرية طرف تتكلم عنها أما القرى الأخرى فأكثر من هذا العدد بكثير وهذه مرحلة أولى هناك مرحلة أخرى ستبدأ إن شاء الله بعضها بدأ وبعضها سيبدأ لآخر إن شاء الله أعتقد أن في نهاية شهر خمسة سيكون جزء من افتتاح هذه القرى الطوعية ومشاريع الآبار وأيضا بعض المدارس التي داخلها وبالتبرعات مفتوحة لها أكيد دارفور بحاجة كبيرة جدا لطباعة المصاحف لحفر الآبار ولبناء المدارس وكلها أجرها عظيم عند الله سمع وتعالى وأنا من هذا المنبر أدعو من لا رغبة في الأجر خاصة ونحن مقبلين إن شاء الله على رمضان أصلا أن يبلغنا معكم الشهر خمسة آمين إن شاء الله اللهم آمين دكتور عاظ نريد أن نسألك نرجع للشأن المحلي أبرز المشاريع المحلية بإذن الله تعالى ستحرك المياه الراكدة حقيقة مجتمعنا أولى ما يكون علينا لذلك نحن حقيق المجتمع المحلي خلصنا قبل شهرين مشروع فا تزويج الشباب والحمد لله فخور أننا كمنا 1200 شاب وشابة تم تزويجهم وتأهيلهم في قطر في قطر والمشروع الجاي متى المشروع الجاي إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله سيكون استقبال الطلبات وبداية 2015 شهر واحد سيكون الدولات إن شاء الله لازم نجيه مشروع الله يبارك لك التزويج تزويج أنت لاحي لا تفكر في شيء أنا أفكر في ثانية الأمر الثاني كفاف مشروع كفاف وهو شراكة بين مؤسسة راف وجريت الراية من ناحية التوعوية أيضا هذا المشروع عبارة عن رعاية وتأهيل الأرامل ومطلقات القطريات نجيب تقريبا حوال مئة أرملة ومطلقة يتم تأهيلهم بدورات معينة بعض الدورات فيها مايكروفاينس مشاريع منتجة عشان تكون الأسرة هذه منتجة وتكون قادرة على أنها تكتفي اكتفاء ذاتيا الدورات تبدأ إن شاء الله في نهاية شهر خمسة في 22 إلى 28 خمسة تقريبا بعد ما تنتهي الدورات أريد نفس الكلام توجه للمشاهدين عشان أخواتنا المطلقات والأرامل يسمعون وإن شاء الله يرحون وين يقدمون والحقيقة التقديم موجود الآن مفتوح في الفرع النساء لمؤسسة الشيخ ثاني فتحيل المشروع هذا عبارة عن دورات مكثفة تأخذ الأخت دورة مكثفة في قضايا شرعية في قضايا أخلاقية في قضايا اقتصادية في إدارة جدوى المشاريع للمنتجة ثم بعد ذلك تحصل على شهادة بجرد تحصل على شهادة تأخذ المكافأة المقدرة بعضها خمسة تلاف ريال بعضها عشر تلاف بعضها عشرين ألف بعضها خمسين ألف على حسب الإمكانية وهناك أيضا تعاون بينه وبين بنك قطر التنمية وأنا هنا أشيد بأخوي الفاضل عبد العز بناصر الخليفة في السنفيذي أنه قال نحن متعاونين معكم في أي قرض ممكن يمنح لأي أسرة متعففة ويمكن تبلي نفسها في هذا الجانب والحمد لله عندنا الآن تقريبا 86 حالة جاهزة لأخذ قروض صغيرة حتى بعضهم طبعا تسوي بسطة بسيطة جدا البعض الآخر تتعلم الحنة وطريقة الحنة عند البيوت المكياج أيضا لدور في القضية هذه الطبخ الآن مشروع فطار صايم واللي يدعو أخواني نساهم معنا فيه الآن موجود لمن يريد أن يساهم في فطار صايم أنا حاضر فعلا فطار صايم لا أخذ المطاعم يمكن أن نأخذ مطعم مطعمين لكن الآن أسر قطرية هي تسوي إفطار العمال اللي يتوزع في عدد العمال الفقراء طبعا اللي يتوزع في عدد من الدوحة الصناعية وفي مناطق الاحتياجة الموجودة غير الخيام الخيام هذا شيء آخر الأكل اللي يأملون في الخيام الأخوات القطريات هم يسونها وهذا الحمد لله العام ماضي مع عشرين أسرة نجحنا فيه طبعا نحن نوفر لهم الدعم اللوجستي نوفر لهم بعض الاحتياجات الأولية هذا المشاريع مشرف عليها وزارة الصحة وزارة البلدية وأيضا هيئة المقاييس والمعايير دكتور الكواندزال الأخير هدفنا منها أن نوجد أسر قطرية منتجة وهي قادرة على وفعلا والله لبعض الافطارات صارت أفضل من افطارات المطاعم التي نأخذها للجانب ونحن نشيد بالأخوان في المطاعم من يتاجرون أو يوفقون ولهم هذه أرزال حقية لكن نحن نحرص على أنه فعلا يكون في نوع من توطين العمل وأيضا إيجاد الأسر المنتجة في هذا الجانب وشكرا أيضا لدار الإنماء فكرة جيدة دكتور الله يوفقكم إتواجكم الله آمين إن شاء الله لكن متكلم لو بشكل سريع عن مشاريعكم الجديدة في راف نعم أول مشروع حقيقة جديد سيارة النور بدل أسمعه وهو مشروع خاص القليل القادم من الله سبحانه وتعالى كذلك المشاريع اللي ستطلق مشروع رحمات وهو خاص بكل مشاريع اللي ستسوق في رمضان للمحسنين والمحسنات من المشاريع حقيقة الجديدة اللي بنبدأ فيها مشاريع تتعلق بتنمية الشباب أيضا من خلال ربطهم يسمونها إدارة المشروع وهذا سيكون بشراكة مع الدكتور محمد العامري قريب من الله سبحانه وتعالى وهناك المشاريع التنموية مشاريع المدارس سيكون عندنا عدد من مدارسة تنشأ السنة هذه أيضا إن شاء الله جامعة راف في السودان ستكون من ضمن أيضا الأجندة الجديدة في هذا الجانب ومشروع بشائر الرحمة الرمضاني الآن يتم الاعداد فيه بالتعاوم مع سبير وإذن الله ستكون سبير إن شاء الله شغلة نشاط بذل الله سبحانه وتعالى وكذلك كتارة في تعاوم معها في توفير الشطة التقافية الله يفتحوا بنا الله يفتحوا بنا الله يفتحوا بنا شكرا جزيلا لك بزاكم الله خير شكرا لك الله بارك الله مشاهدنا في هذه الحلقة أيضا بيكون معنا السيد ناصر إبراهيم مساعد إداري قسم الفعاليات والمنشآت في أسبير زون بيحدثنا عن تدشين الموقع الجديد للمؤسسة نعم أعزائي المشاهدين وفاصل وبعدها بنتابع المعرض التعليمي في مدرسة الإخلاص النموذجية المستغلة للبنين خلكم معهم اشتركوا في القناة